أقدر أثاني البرنامج الحكومي إلى السيد السوداني وكلنا أمل بأن يتطبق البرنامج الحكومي وهذه المسميات لكن السيد العزيز ماذا نريدنا أن نقول؟ أن هذه القوى السياسية وهذه استطاعتهم هذه إمكانياتهم لا يمكن أن يأخذوا مساء آخر من التطور وبناء وإعمار وإلى آخره على مدى عشرين عام العراق عبارة عن حق التجارب بسبب حق الأطراف السياسية لا يوجد هناك إنجاز بمستوى العراق أو بمستوى المطلوبة أو بمستوى ما يطمح به المواطن العراقي تتحدث جنابكم قبل قليل حول مسألة تجفيف من أبع الفساد وإلى آخره هذه الكلمة التي تكرتها المرجعية الرشيدة عندما في يوم الانتصال قالت كلمتها قالت بعد الانتهام من عصابات داعش علينا بالجهاد الأكبر وهو الجهاد محاربة الفاسدين والفساد هذه الأطراف السياسية عندما لاقضت بأن المرجعية الرشيدة هي مع محاربة الفساد ماذا قالت؟ وقالت بأن هناك فساد بداخل الحكومة هذه الأطراف السياسية لاقضت بأن المرجعية بدأت لا تدعمهم وغلقت بوابها لم نقف أي شخصية اليوم يتحدث ويقول نعم وفق ما تطمح به المرجعية الرشيدة هذا الجانب جانب آخر لو تابعنا في الفاضة التشرين المرجعية قالت بأن يجب أن تكون هناك انتخابات مبكرة حتى نعم ما بعد الانتخابات بين هلالين أن تأتي حكومة حق القصة الأحد فبمعنى تلك الحكومات والسياسية التي كانت تاندى الأرجعية الراضية عليها اللعvesة شكرا